على منضوعه مهم جدا هو ترشيد الاستهلاج وده من اهم الانشطة اللي بيقوم عليها الاختصاد بشكل عام كمان هو الغاية اللي بيصل بيها النشاط الاقتصادي بشكل عام بيعني التناول الانساني المباشر للسرع والخدمات ليه علشان اشباع الرغبات الانسان والحاجات الاخرى كمان سهمت السنة النبوية المشرفة في توجيه السلوكيات الانسانية في مجالات الانفاق والاستهلاك وضعت مجموعة من التصورات السليمة اللي بينضبط بيها سلوك الفرد والمجتمع خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الترشيد في الاسلام وما حكم المصرف وايضا حكم الاهدار ازاي يعلم ولايدي الترشيد في الاسلام بدراحها في فقراتنا النهاردة بالشيخ هشام محمد المرصفي الوعز بمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية سبعة الخير راح ديك يا فندم أهلا وسلام صبعا خير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أولا أرحب بحضراتكم وبسادة المشاهدين وبادئ ذي بدء كل عام ومصرنا الغالية بخير وصحة وعافية بمناسبة نصر اكتوبر المجيد ونسأل الله عز وجل أن يديم على مصرنا الانتصارات اللهم آمين هذا الموضوع في الحقيقة هو في غاية الأهمية وهو موضوع يجب أن نعتني به في حياتنا وفي أيامنا وفي بيوتنا وأن يكون مترددا في مساجدنا وهو لا للإصراف ونعم للاقتصاد ونعم للترشيد لأن الله عز وجل ذم الإصراف والتبذير في كثير من آيات القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أيضا وحث صلى الله عليه وسلم على الترشيد في كثير من أحاديثه النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم بل إنه صلى الله عليه وسلم طبق هذا هو والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين لما نقف مع آية من كتاب الله عز وجل والله عز وجل يبين لنا أن الإنسان لا بد أن يكون وسطا بين هذا وذاك لا يكون مسرفا ولا يكون مقترا ولا يكون مقصرا على نفسه حين قال ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين هذه الآية جمعت بين اللباس وبين المأكل والمشرب خذوا زينتكم الزينة إلبسوا ما شئتم ارتدوا من الثياب ما شئتم لكن من غير إصراف خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا كل ما شئت كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل قل ما شئت والبس ما شئت واشرب ما شئت لا من غير إصراف ولا مخيلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يأتي بيانها في آية أخرى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين علشان كده سدن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى هذا الأمر وكذلك توجيهاته صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه للأولاد حين قال للغلام يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك هذا تعليم وأدم نبوي منه صلى الله عليه وسلم وهذا ملخصه حتى ينطبع على أولادنا وينطبع في بيوتنا ملخصه في القدوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والحديث الشهير يعني أفل وضوء صرف نعم قال ولو كنت على نهر جاري هكذا قال صلى الله عليه وسلم فهنا أولا يعني كيفية تعويد الأولاد على عدم الإصراف لابد أن يروا هذا في آبائهم وفي أمهاتهم وفي البيوت عموما يعني لا يجد أن آباه ينفق المال الكثير من غير الحساب وكذلك الأم كذلك الطفل لابد أن يعود ليس كل ما يطلبه يجده أمامه وكذلك الإصراف حتى بعض الناس لما تكلم على الإصراف الإصراف ليس بس في المال كذلك الإصراف في الأساسات إذا الطفل كسر لعبة أو غير ذلك من هذه الأمور لا يقابل بأنه يكافأ بلعبة أخرى بل لابد أن يرشد استهلاكه وأن يبين له أن هذا الفعل لا يمكن وأنه لا يصح منه وأن يعود الطفل على هذا الأمور كذلك من مظاهر الترشيد في عدم الإصراف أن الناس ينظر بعضهم إلى بعض يعني أقول أنا والله عايز أبا زي فلان يعني إحنا لو أخذنا مثلا الترشيد في عدم المغالاة في المهور مثلا ده كنموذج من النماذج الكثيرة جدا عدم المغالاة في المهور نجد أن الناس يتكلفون ويتكابدون في تجهيز الأثاس والإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأساسات في البيوت وفي الأفراح وغيرها في أمور ربما يستدين الواحد منهم بديون طائلة من أجل أن يقول كما يفعل الناس أنا أنا زي الناس وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إماعه يقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء أسأنا أنا أنا أعمل إيه أنا أعمل زي الناس كما يفعل الناس لكن قال صلى الله وسلم وطنوا أنفسكم انت خلي عندك مبدأ كما قال ربنا سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعة كل واحد على قدر ما من الله عز وجل عليه قال ربنا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يعني كل إنسان على حسب ممتن أن الله عز وجل عليه من مال ينفق ويعيش على حسب هذا المال الذي امتن الله عز وجل مشان كده أعذرني المقاطع ولكن موضوع نسبي إلى حد ما بالنسبة للأشخاص يعني في ناس ممكن تكون مقترة زي ما حضرتك قلت بتبقى شايفة أنه أنا حريص أنا بعمل حساب لقدام وبيبقى فعلا شخص بخيل جدا وبيبقى حتى معايش اللي حواليه في حياة صعبة ولعكس ناحية التانية شخص بيقول بيبقى مصرف بشكل كبير جدا وبيبقى شايف أنه هو لما يسعد الحواليه ويسعد نفسه بيبقى ده ده الأفضل فكرة الوسطية أو يكون إنسان معتدل دي إزاي نقدر نحققها إمتى أبقى أدر أحدد حسب طبعا تعليم الدين الإسلامي وطبعا ورانا فيه رسول الله قدوة حسنة إزاي أبقى عارفة أن أنا شخص معتدل أو لقدمه شخص معتدل أو حريص أو حتى مصرف تمام هنا الوسطية مهمة جدا وربنا سبحانه وتعالى مدح أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقال صلى الله عليه وسلم خير الأمور الوسط وربنا سبحانه وتعالى بيّن في صفات عباد الرحمن قال ربنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يعني لم يكونوا مصرفين طيب كيف يوازن الإنسان ما بين أنا أنا عايز أحط لنفسي معيار هل أنا كده مسرف ولا أنا كده مقتر إذا كان الإنسان ينفق بقدر حاجته وبقدر ما يسد حاجته وحاجة أولاده وحاجة أهل بيته فهو غير مسرف أما إذا كان الإنسان يأتي بأمور لا حاجة منها والغرض منها نظرت الناس إليه أنا بفعل زي الناس عشان الناس يشوفني كويس لا أنت لا تستدين ولا يعني تثقل على كاهلك من أجل الناس إذا سد الإنسان حاجته وحاجة أهل بيته بما يرضي الله عز وجل وبما من الله عز وجل عليه فهذا هو الوسط أما إن الإنسان يأتي بأمور لا حاجة له فيها أو أنه يبخل على نفسه وعلى أولاده كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يبخل فإنما يبخله على نفسه أو عن نفسه إذا بخل الإنسان على نفسه وعلى أولاده هذا ينعكس مرة أخرى عليه أولا لأننا نفسه نشوف أولادنا بينظر إلى الآخرين فإذا وجد أن الآخر عنده مال وعنده سعة ويشتري وكذا وكذا وأن والده يعني يمنعه ويحرمه وهو يرى المال في يد أبيه الإبن يتهم أبيه أنت بخيل أنت ما بتمفقش عليه أنت ما بتجيب ليش أنت ما بتعمل ليش فدي كلها لابد أن الإنسان يوازن بين هذه الأمور ويكون هذا بعقل ووسطية وبما يسد حاجته وحاجة أولاده وكمان الحديث الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم لما بيدعو الله اللهم نسألك القصد في الغنى والفقر القصد معناه الاعتدال بالضبط أنا أقضي الموضوع الترشيد فيه الاستهدال ليس معني منه ولا هي رسالة فقط موجهة للفقراء هي كمان الأغنياء والفقراء لا طبعا الاثنين الاثنين موجه ليهم القصد إحنا قلنا الآية ينفق ذو ساعة من ساعة يعني كل إنسان من الله عز وجل عليه من مال أنت على قدر هذا المال وعلى قدر هذه المساحة من مال الله عز وجل عيش فهنا سيدنا النبي كان يدعو الدعاء الجميل اللهم إني أسألك القصد في الفقر وفي الغنى يعني إذا كان عندي مال يا رب أنا لا أطغى بهذا المال ولا أنفق هذا المال في مال طائل من ورائه وإذا لم يكن عندي مال فأنا أعيش على قدر هذا المال وعلى ما أكون عليه ولو أن كل إنسان يعني وجد سعة في ماله ووجد سعة في طعامه ووجد سعة فيما عنده وتصدق به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لو تصدق بشق طمره فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه يعني المهر الصغير أو الفرس الصغير حتى تكون اللقمة مثل جبل أحد يوم القيامة من الحسنات يعني لو كل إنسان فينا نظر إلى بيته أو إلى طعامه الذي يصنعه فوجد أنه عنده فائض من الطعام وهذا الفائض حتما يعني إذا أكله أولاده ماشي أما إذا كان سيلقى في القمامة وغيرها لو أنه أخذ هذا الفائض ووضعه في إناء أو في طبق وتعهد به جيرانه وتصدق به على جيرانه كان خيرا له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبي ذر الغفار يا أبا ذر إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك الإكثار هنا مش معناه الإصراف لأنه أكثر الماء من أجل الصدقة ومن أجل النفقة فأنا في بيتي لو أنني وجدت أني عندي سعة في المال أو أن الطعام أصبح زائدا عندي وهذا الطعام ليس له ثالث إما أن يؤكل وإما أن يلقى فأنا إيه المانع أن أتصدق به حتى تكون صلة رحم ويكون معروف ويكون مودة ورحمة بين الناس وهذا هو الباقي الذي يدخره الله عز وجل للإنسان بعد وفاته طيب الأولاد بقى نعم إزاي أقدر أعلم أولادي زي ما حضرك قلت يعني خلال حديثك فكرة أنه الأولاد ممكن وهم صغارين ما بيقوش مدركين أو المعينة دي بيبصوا البعض ممكن بيبصوا الزمالهم في المدرسة إزاي أقدر أن أنا أعلم أولادي الترشيد وأخرج طفل سوي نفسيا إلا هو مصرف قوي أو حتى عنده إحساس بالحاجة طول الوقت وفي نفس الوقت ما يكونش طفل بخيل أو حريص تمام أولاً التعويد اللي هو اللي نحن بنسميه في الشرع التدرج إن أنا أبتدي معاه واحدة واحدة الطفل عموماً أي طفل عموماً يحب الإنفاق إذا أعطيته شيء من المال هو لا يبقيه معه عموماً هذا الطفل لكن يكون دور الأسرة فين أولاً أنا أعطيك هذا المال أنت هتشتري به إيه؟ سؤال أنا لابد أوجد لغة حوار ما بيني وبين الصغير حتى إذا كبر تظل لغة الحوار موجودة بيني وبيني أنت هتشتري به إيه؟ طب هتشتري ده ليه؟ طب هذا المال عدي مثلاً معك خمسة جنيه عشرة جنيه معك المال اللي معك ده ده اليوم هذا اليوم كله إن صرفته الآن لا تسألني بعد قليل بعد ساعة أو ساعتين اديني لا خلاص ده العشرة مثلاً أو الخمسة أو هذا المال الذي أعطيتك إياه هو مصروف البيت كل اليوم كل إذا أنت أنفقته ما تسألنيش هنا ييجي فكرة الولد لما يصرفه مرة واحدة ويجي يسأل طب أنا عايز تاني ويبكي أنا هنا الموازنة آه خلاص أنا أعطيه شيء قليل وليس كثير كما أخص في المرة الأولى أعطيه شيء قليل كي يتدرب يتدرج وبعد كده تاني يوم تالت يوم ويبدأ فيما بيني وما بينه لغة حوار من هنا بينشأ الطفل عنده حرص كذلك فكرة أنه يدخل المال أقول والله أنت أخذ أنا أعطيك الفلوس وإنت إذا جمعت مال كبير أنا أشتري لك به هدية أنا أفعل لك به كذا إذا فعلت هذا المال نتصدق به على الفقراء نفعل به كذا هنا أنا بعود ولذلك الشاعر يقول إيه يقول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه طفل إلى بكرة وبعدها يكبر فقول آه الله يرحمك يا أبي الله يرحمك يا أمي أنت علمتيني كذا أنا تعودت منك كذا أنا كنت بأخذ كذا وده ما بيبقى إيه بخل بل هو اقتصاد وتفكير للمال لأن المال ده إحنا هننسئل عنه سؤالين المال عموما أي واحد هننسئل عن المال بتاعه سؤالين من أين اكتسبته وفيما أنفقته إنت جبتوا منين أنا جبتوا من حلال خلاص أنا أنفقه فيما أشاء لا أنت أكتسبته من حلال تنفقه في حلال فبقى المال بينسئل عنه سؤالين من أينك تسبته وفيما أنفقته فضيلة الشيخ حددك وعظ في المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دلوقتي أنماط السلوك الشرائي اختلفت تماما نحن نتحدث بضغط الضر نحن ممكن تشتري أي حاجة أونلاين وجود الأزهر دور الأزهر في هذا الموضوع أنا بكلم على شق الإلكتروني توجيه الإلكتروني للناس تمام إحنا أولا المسألة الفتوى بتختلف الفتوى بتختلف من وقت الوقت ومن حال لحال ومن زمن لزمن وإحنا الآن دلوقتي الفتوى لابد أنها تواكب العصر ولابد تواكب الزمن اللي إحنا بنتكلم فيه فهنا البيع الإلكتروني له أحكام خلينا عشان لا يتشتت السادة المشاهدين خلينا نبسط الموضوع إيه أحكام البيع الإلكتروني هي نفس أحكام البيع القائم بين البائع والمشتري لابد للمكان الذي يبيع الإلكتروني أن يتملك السلعة التي يعرضها للبيع أنت عندك مثلا بتبيع منتج معين أنت لابد كموقع كصفحة كراجل عارض أو ناشر لهذا المنتج لابد أن تتملك هذه السلعة أولا أنت تملكت السلعة خلاص أنا بدخل عند حضرتك في الرسائل والله أنا أريد السلعة الفنية بكام بكذا إذا كان عارض سمي شعر طب بكام هي بكذا طيب أنا أريدها بكذا ممكن يفاصل معا ما فيش مشكلة خالص الفصال ما فيش مشكلة طيب وقتها تجيلي الشحن هيجي إمتى والله الشحن هيجي في الوقت فلاني طيب خذ المال كذا ممكن أحول لك الفلوس أحاق هنا اسمه التقابض التقابض في مجلس العقد مجلس العقد معناه إيه اللي هو الحوار الدائر ما بين البائع والمشتري بكام بكذا طب أنا هشتريه طب خذ المال طب حول لي الفلوس طيب خلاص السلعة وصلت هكذا فإحنا في المركز الفاتوى الإلكترونية بنبدأ نتواصل مع الناس من خلال صفحتنا على الفيسبوك من خلال التواصل على الابليكيشن عندنا من خلال الاتصال على الهاتف 19.906 بيبدأ نتلقى اتصالات الناس ونبدأ ننزل فتاوى عندنا على صفحتنا على الفيسبوك بحيث أن الناس كلها تبدأ لو في أي سؤال أو في أي إشكالية عند أي حد من السادة المشاهدين أو المستمعين يبدأ يتواصل معنا إن شاء الله شيخ يشام محمد المرسافي الوعد بمركز الأظهر العالمي للفاتوى الإلكترونية بشكرك جزيلا شكرا يا فندم وجمع مباركة على حضراتك كل سنة وحضرتك حضركم الصحب جزاكم الله خير جزاك الله خير